في تحدي جديد لإرادة الدولة العراقية يستدف المسلحون الخارجون عن القانون المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية في بغداد هذا الهجوم الذي لم يحدث له مثيل منذ فترة طويلة أتى ليثير الغضب الأمريكي والرسمي العراقي على حد سواء ويعبر هذا الهجوم الصاروخي عن مدى تمادي المجموعات المسلحة في السداف المصالح الأمريكية بعد أن كانت تقتصر على مقار تمركز القوات العسكرية كما أن توقيت الهجوم الذي يسبق موعد الانتخابات المحلية له تداعيات في التوقيت والآثار السياسية مع دخول الخطة الأمنية الخاصة بها حيث التنفيذ ورغم أن القائد العام القوات المسلحة العراقية حذر مرارا من انتهاك هيبة الدولة عبر شن هذه الهجمات لكن ذلك لم يكن رادعا لهذه المجموعات في مواصلة تمردها المسلح هذا السلوك دفع بالقائد العام لإصدار أوامر فورية بتعقب المنفذين للهجمات بعدما صنفهم ضمن الإرهابيين الذين لا يعبرون عن إرادة العراقيين وأمام هذه التطورات الأمنية المتلاحقة تكون القوات المسلحة العراقية في مواجهة مسؤولية الكشف عن هذه المجاميع التي باتت تصعد من ضرباتها في الآونة الأخيرة ولا يخفى على الجميع ارتباطات هذه القوى بجهات إقليمية بعدما لقيت الضربات التي تنفذها تناغماً مع أخرى مماثلة في سوريا ولبنان واليمن وفي خضم جميع ما ذكر فإن التصعيض ضد المصالح الأمريكية آخر ما ينتظره العراق على المستويين الشعبية والرسمية بعد استقرار ملحوظ يمر به البلد منذ تشكيل حكومة السوداني اشتركوا في القناة